لو انت زي حالاتي بتحب تفطار يفطار يكون خفيف وسريع يبقى مفيش أحلى ولا أجمل من كده حاجة كده تحفة بجد كيكة هشة جدا ومتقطعة تقطيع حلوة كده من أمنمى وصغيرة ومن نفس نوع الكيكة هنعمل أحلى وأجمل جاتو سريع واقتصادي جدا شكله الواحد وتحفة عايز يتحط كده ببروز ويتبروز من جماله طبعا انتوا شايفين بنفسكم المكونات بتاعتنا بسيطة جدا جدا معايا كوباية من عصير البرتقون كوباية لربعة من السكر كوباية لربعة من الزيت بيتين بدرجة حرارة المطبخ وكوبايتين كبار من الدقيق باكتج كامل من النشا يعني ما يعادل معلقتين نشا وباكتج كامل من البيكنج بودر يعني معلقة كبيرة تكون ممسوحة ومعلقة كبيرة من باشر البرتقون عملت ايه؟ نخلت الدقيق كويس جدا وبعد كده هنخل البيكنج بودر والنشا وحبتدي بقى ان انا انخلهم وديهم رشة ملح صغيرة جدا اهم حاجة في الكيك الكيك ده لازم يكون دخله هوا كويس جدا يعني ننخل الدقيق ونقلبه كده علشان كل ما حيدخله هوا اكتر كل ما حيكون ناجح معنا في الخلاط هنحط البتين وبعد كده هحط عليهم السكر مع معلقة كده من الخل واضربهم كويس جدا وفي كتير من انا بيخاف يعمل الكيكة او الحلويات علشان الحاجات دي بتفشل معي في البيت فمن النهار ده انسي كل الفشل ده كله علشان جايبالك تطبيق حلو جدا في حلويات ووصفات كلها سهلة وبسيطة التطبيق حسيبلك اللينك بتاعه في اول تعليق وكمين حسيب اللينك بتاعه في البيوت قدر تحملوه التطبيق بجد ممتاز جدا وهيعلمك كتير وصفات حلوة جدا وهتحمليه حيشتغل معيك من غير نت بعد ما ضربت كل السويل مع بعض حتت عليهم الدقيق والبيكنج بودر اللي انا كنت حط عليهم النشا ورشة الملح وهما لسه في الدورة بتاع الخلاط هقلبهم كده بالمضرب اليدوي في اتجاه واحد كده الضرب يكون سريع شوية وبعد كده هحضر الصينية بتاعتي اكون مبطنوها بدهنة من الزيت وشوية كده ملء الدقيق وهبتدي اصب فيها خليط الكيك بتاعي عايز اقول لكم بيكون ريحته حلوة جدا علشان حطله بشر برتقان وانا محطتش فيه بانيليا لان استكفيت بي ريحة البرتقان بتكون حلوة قوي دخلته على فرن ساخن على درجة حرارة 170 في الرف الاوسل لحد ماخد معي الشكل التحفة ده بعد ما بتبرد شوية بجيب اي شبكة عندي بس الشبكة دي يكون حجمها صغير وبقطع كده على فتحة وبسيف فتحة ليه علشان اقطع التقطيع كلها تكون قد بعض وتكون من املمة زي ما انتو ما شفتوها في الفيديو شايفين انا كده قطعت الاول بالعرض هبتدي اكمل التقطيع واتبستكينة وبعد كده هعمل نفس الموضوع بس بالطول طب انا ليه بقطع بالشبكة علشان هي بتديني المقاس مظبوط لو انت بتحب تقطع الكيك التقطيع العادية فدي حاجة ترجع ليكي انت بس بصراحة انا بحب اقطعها بالشبكة الفكرة حلوة جدا وسهلة وبسيطة هتخليكي تطلعي كطع الكيك كلها قد بعض صغنونة وبتكون من املمة قوي وصغيرة كده وشكلها في منتهى الجميل الكيك ده مش بيحتاج جنبه غير حاجة واحدة بس هي كوباية الشاي بلبن الطحفة دي مع بقى كطعتين من الكيك ممكن نحطهم الصبح في الفطار او في العشاء او نحطهم كتناك كده ما بين الوجبات او كمان نحطهم للولاد وهما بيذكروا بجد ريحة الكيك لواحده بتكون تحفة جدا عايز اقولكم من غير فانيليا بس ريحة البرتقون بتكون كافية جدا شايفين القطع قد ايه من املمة وكلها متقطعة برسنتي بتكون قد بعض فكرة الشبكة حلوة جدا عايزيك وتنفذوها يلا بينا بقى نروح نعمل الكيكة من نفس نوع الكيكة دي هنعمل جاتو حلوة جدا جدا كيكة البرتقون مش هي بتبقى كيكة بس لا احنا ممكن نقطعها ونحولها لجاتو التحفة ده شايفين ايه دي الكيكة بتاعتنا هنجيبها ونحطها كده ونقطعها على نصين اتنين مش هنقطعها اكتر من كده وبعد كده هنحضر لها كريمة تكون خفيفة 3 معالق من السكر عليهم 4 معالق من الكريم شانتيك وبال 4 من الحليب السائع وحنضربهم عايزين كوامهم كده يكون مش مت يكون متوسط علشان الكيكة تشرب من الكريم شانتيه اللي احنا عملناه اقطعها بالنص وحاطت شوية من الكريمة وممكن نحط اي نوع فواكه انا كان عندي شوية فراولة حاطتهم في النوع هقفل بالطبقة التانية من الكيك وحاجب شوية من الكريم شانتيه هحطه على الوش واحاول اساويه على قد مقدر ممكن كمان اديله التقليمة الخفيفة دي وهساوي الحروف طبعا الحروف دي مش بتتريمي ده بيبقى واقف لها الجمهور المخصص للحروف دي بيكونها على طول ولا دي بيحبوها جدا بعد م قطعتها هجيب شوية من صوص الفراولة وشوية من صوص الكرامل وباي خلة كده هعمل زجزاج عشوائي رايح جاي زي انت الوش بي شوية من الفراولة والفواكه المجففة بيدي شكل حلو جدا يلا بينا بقى نقطع تقطيعة الجاتون بالطول كده هنقطع كده لكتعة تكون قد بعض اهم حاجة راعي المقاس يكون كل مقاس واحد شايفين كتعة الجاتون تحفة جدا عملناها من ايه من الكيك اليومي العادي جربوا الطريقة وبالفة هنعليكم